تخزين الفاصولة الخضرة أو اللوبيا بطريقتين بفريزر وبدون فريزر وهي طرق سهلة وناجحة فتابعوا معي الفيديو أحبائي للأخير لنتعرف على هالطرق وشو بميز كل طريقة وأهلا وسهلا فيكم بتنوروا قناتي ملكة المطبخ السوري وخلينا نتابع الطريقة سوا عندي كمية من الفاصولة رح أقيم الأطراف مثل ما شايفين بهالطريقة هاي وطبعا لتخزين الفاصولة لازم اختار حبات الفاصولة اللي تكون آسية ما تكون طرية حتى تساعدنا بعملية التخزين وتتحمل التخزين وهيك ساويت الكمية كلها هلا بدي قوم بفرمة للفاصولية هلا ممكن فرمة بالسكين أو ممكن فرمها يدويا يعني كل أطعب قطعتها الطريقة اللي بتلاقيها مناسبة إليك بتحصل على نفس النتيجة هيك بعمل الكمية اللي عندي كلها بفرمة كلها هلا صارت عندي الكمية الفاصولية مفروبة غسلتها بشكل كويس وخليتها تصفى هلا بالنسبة للطريقة الأولى عندي طنجرة على النار فيها مي بتوصل لدرجة الغليان رح حط عليها مصفاية معدنية و رح ضيف عليها كمية من الفاصولية المغصولة اللي عندي المقطعة هلا هي الطريقة بتعتمد على بخار الماء اللي طالع من طنجرة المي المغلية رح قوم بتحريكها بتحريك هيك اضاع الفاصولية حتى لاحظ انه تغير لونة وصار لونة اللون هذا هيك الأخضر الغامق الحلو فعبتكون هيك صارت عندي هالكمية وهي عم بحط أنا هون كمية ثانية يعني بخلص من أول كمية برفعها من المصطفاية وبتابع كميات الثانية اللي عندي متل ما شايفين هيك ما بتاخد معايا عدة دقائق بصار لونة بهاللون برفعها لحتى تبرد وبطفي الطنجرة المي اللي على الغاز هلا هيك حطيتها بصينية حتى تبرد تماما وهي الطريقة كتير سهلة متل ما شايفين وبتحافز على القيمة الغذائية أهم شي انه بتحافز على القيمة الغذائية للفاصولية وهي بتنحط هي بالفريزة هاي الطريقة طريقة الفريزة هلا هي الكمية اللي عندي بعد ما بردت رح اجيب كيس نايلون كيس الفريزار و رح اعبي فيها حسب أنا مع الطبخة اللي عندي عبي هيك هالكيس اللي عندي و متل ما شايفين كمان بيميت هالطريقة انه بتحافز على هاللون لونها هاد اللون بيضل طالما حاططتها بالفريزة بها اللون الحلو هاد هلا ممكن انا افرغها بالهوا بهايك بايداي و اعمل بها الشكل سكرة بالطريقة اللي بتريدي سكريها بفرغها منيح او ممكن اني اعملها هيك بايتني هيك الكيس و كمان فرغها منيح من الهوا و استعين بلاسق شريط لاصق و سكر فيه الكيس يعني الطريقة اللي انت بتناسبك ممكن تسكري فيها الكيس و قدر الامكان فرغها من الهوا وهيك بحطها بالفريزر بتضل عندي لمدة سنة قيمة محبة طالعة بطبخها بالطريقة المعتادة وهيك لقم عدا سلق او انه ينقص منها من فوائدها اي قيمة غزائية بهالشكل هاد هلا الطريقة الثانية جبت كمان مي حطيتها حوالي لتر ونص على الغاز و ضفت عليها معلقة كبيرة من الملح الخشن الصخري و نص معلقة من السكر و حركتن هيك حتى يدوبوا و طبعا الملح الصخري بنستخدمه فقط بصير ميودة ابدا كتير بنسئل عن هالسؤال انه بصير ملح الطعام هذا الخاص للتخزين و ضفت الكمية اللي عندي من الفاصلية بتركها يعني ما بده كتير على النار حوالي اربعة او خمس دقائق وبشيل هيك الرغوة اللي بتكون تطلع منها حتى ما تعطي اي حموضة او تأثر على عملية التخزين هلا بشيلها من على النار مباشرة بكون محضرة انا مطربان نضيف معقم بواسط بخار الماء على المي على الغاز بتارك توينشاف اه وبعبي الفاصلية هي والمي اللي معها يعني هي المي اللي معها راح تلزم بتاع بايت المطربان كما شايفين هيك بملي المطربان لحتى بهاي المي لينقص بالسانتي عن فتحة المطربان وانا ما طولت بكتير انه سوا على النار لانه هي بده تتابع هون هي سخنة وقت يتسكر المطربان فبده تتابع استواء فيه فلذلك ما منطول على الغاز متل ما شايفين لهالمستوهات خليت المي وهلا هيك المطربان هو سخن بواسط سكين بفرغ منه الهواء حتى ما يكون فيه اي فقاعات من الهواء وهلا بدي اغلقه طبعا بدي يكون غطاء كمان معقم وقدر الامكان يكون جديد الافضل انه يكون غطاء جديد بحركة اول شي هيك بشكل عكسي بعدين ابلفه يعني كتير لازم سكره بشكل كتير اوي وهيك يعني محكم حتى ما يطلع منه اي مي او سائل وهلا هيك سمعنا هالصوت هادا لسه هون لانه ما مضغوط فيها الهواء فبيكون له صوت الغطاء بيكون له صوت طقاء هيك بيطلع هذا بدي يروح بعد التخزين وبقلبه هيك بخليها لمدة ليلة كاملة حتى يتفرغ من الهواء هلا تاني نهار بقلبه هيك وبشوف الغطاء انه هادا الغطاء هلا بيكون يعني بيكون اسي صار اسي مثل ما شايفين هيك اسي لانه نسحب الغطاء من المطربان وهي الطريقة كمان ميزتها انه بدون فريزر ممكن نحطها بخزانة المطبخ بس بمكان بارد هي دون فريزر بس لازم تكون بمكان بارد وهي الطريقتين صاروا عنا طريقتين كتير ناجحات ومفيدات لسبت البيت ممكن تختاري الطريقة اللي بتناسبك اللي بيحب يستخدم الفريزر واكل الفريزر ومتوفر عنده ممكن واللي ما عنده او عدم وجود الكهرباء او هالامور هاي ممكن استعين بطريقة المطربان بس اهم شي يكون الغطاء محكم والضغط كويس والرائبة اول يومين حتى اذا لاحظنا اي فوران او اي تغير بالفاصلية او اي مادة عام الخزنة يعني من نشوفها ومن تابع عملية تخزينه من اول وجديد فهي الطرق بتمنى انه تستفيدوا منها ويستفيد منها الجميع واهلا وسهلا فيكم ولا تنسوا اذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس تنبيهات واهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة